اشتركوا في القناة السيد علوي حسين علوي حسين محمد عبد الحسن أحمد المدغوي محمد عبد الحسين صالح الشهابي محمد عبد الواحد محمد النجار أحسين محمد أحمد شهاب وبناء على ذلك قررت محكمة التمييز العسكرية تأجيل القضية إلى جلسة الحادي عشر من أبريل القادم وذلك لتسنى لوكلاء المحكوم عليهم تقديم مرافعاتهم الشفوية في الحكم الصاجر من محكمة الاستئناف العسكرية العليا يذكر أن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام محكمة التمييز العسكرية وذلك وفقاً لما نص عليه قانون القضاء العسكري لسنة 2002 حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان وكذلك مندبون من وسائل الإعلام وعدد من ذوي المحكوم عليهم ترجمة نانسي قنقر